شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مناهج الدعوة إلى الله القرآن الكريم يبين مناهج الدعوة إلى الله بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمحتدين في هذه الطرق الثلاثة هناك مباحث المبحث الأول التعريف المبحث الثاني المواقع المبحث الثالث القيود والشرائط أما حول المبحث الأول وهو التعريف فيحتمل أن يقال المنهج الأول المنهج الأول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة الحكمة كما عرفت عبارة عن الحجة التي تنتج الحق الَّذِي لَا إِبْهَامَ وَلَا مَا فِيهِ وَلَا وَهْنَ رُبَّمَا هَذَا التَّعَرِيْفَ يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِبْهَامُ وَلَا كِنْ الْمُرَادِ بِذَلِكَ أَنَّ الْحِكْمَةِ عِبَارَةٌ عَنْ تَحْرِيكِ الْعَقْلِ وَإِيقَاظِ الْعَقْلِ وَرَفْعَ الْحُجُبُ الَّتِي تُوْجَدُ بَيْنَ الْعَقْلِ وَبَيْنَ الْحَقْ لَعَلَّهُ هَذَا الْمَانِعُ مِنْ أَهَمْ مَوَانِعْ مَعْرِفَةِ الْحَقْ وَتَقَبُّلِ الْحَقْ هُنَالِكَ بَحْثُ تَطَرَّقُوا إِلَيْهُ فِي مَحَلِهُ وَهُوَ أَنَّ الْمُحَرِّكِ لِلْفَرْدِ الشيء لا بوجوده الخارجي وإنما بصورته الذهنية إذا هُنالك حقيقة خارجية وَلَكَنْ يُوْجَدُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا حِجَابُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الْخَارِجِيَّةِ لَا يُمْكِنْ أَنْ تَكُونَ مُحَرِّكَةً لَكُمْ إذا هُنالك حيوان مفترس خلفكم وأنتم لا تعلمون بذلك هذا الوجود العيني الخارجي لا يكفي في التحريك ليش؟ لأن أنتو ما اتخذتو وضع المواجهة مع ذلك الشيء العقل لا يتحرك من شيء لم يتخذ معه وضع المواجهة أما إذا رفع هذا الحاجب هذا الحجاب الموجود بين العقل وبين الحقيقة الخارجية رفع الفرد يتحرك من هذه الحقيقة الخارجية أغلب الأفراد أو كثير من الأفراد لم يتخذوا وضع المواجهة مع الحق في حديث عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الناس أعداء ما جهلوا الفرد عندما يجهل حقيقة يكون عدوا لتلك الحقيقة فإذا عرف هذه الحقيقة يتقبل عادة تلك الحقيقة إلا إذا يكون معاند والمعاندون قليلون فإذن الحكمة وفق هذا التعريف عبارة عن الحجة يعني البرهان يعني الدليل العقلي البرهان المنطقي التي تنتج الحق يعني توضيح الحق الذي لا إبهام فيه ولا وهن الحق فيه إبهام فيه غموض للبعض فالحكمة يعني أن تحاول أن ترفع هذا الإبهام هذا هو الطريق الأول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الطريق الثاني والموعظة الحسنة الموعظة عرفت بأنها عبارة عن البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب الخليل ابن أحمد الفراهيدي يذكر في تعريف الموعظة بأنها التذكير بالخير فيما يرق له القلب المنهج الأول يرتبط بتحريك العقل وإيقاظ العقل أما المنهج الثاني منهج الموعظة يرتبط بتحريك القلب ربما واحد يعرف حقيقة ولكن هذا يحتاج إلى دفع يحتاج إلى تحريك عاطفي فتأتي الموعظة لإيجاد هذا التحريك العاطفي والقلبي الوالد رحمه الله كان يقول قلت لأحد الخطباء ماذا تعمل خطيب كبير فقال ذلك الخطيب أنا أولد طاقة في المجتمع الخطباء الكرام جزء مهماتهم أنه يولدون طاقة في المجتمع يمكن أنتم من الناحية العقلية مقتنعين بصلاة الليل ولكن هذا يحتاج إلى فدفع عاطفي خطاب مثير للقلب ويأتي الخطيب ويتكلم كما ذكرنا لكم فيما مضى عشر ليالي حول نافلة الليل وأثر ذلك التحريك العاطفي أن هذا الرجل لا يترك نافلة الليل منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم اللي ربما مضى أربعين عام هاي طاقة هذه هي الطاقة التي تولدها الموعظة ولذلك في الواقع عمل الخطباء إيجاد هذه الطاقة هذا عمل مهم جدا في ميادين الجهاد المعادلات العقلية واضحة أن هذا معاوية وأنه عدو لله ويجب أن يحارى ولكن هذا المقدار ما يكفي في التحريك يحتاج إلى تحريك القلب القلب يتحرك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يخطب خطبة ويقول في هذه الخطبة في ضمن هذه الخطبة على ما أتذكر الموت في حياتكم مقهورين والحيات في موتكم قاهرين وإذا بهذه الروحية روحية الاندفاع تتولد في هؤلاء ويهجمون على جيش معاوية وينحوهم وينحونهم عن الماء الذي منعوهم منه تحريك القلب هذه هي الطريقة الثانية الطريقة الثانية الثالثة وجادلهم طريقة الجدال الجدال عرف بأنه الحجة التي تستعمل لصرف الخصم عما يصر عليه من غير أن يريد به ظهور الحق وفي كتاب المفردات للراغب أنها المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة يعني المطلوب الطرف لا يريد الحق وإنما يريد المغالب والتهريج فإنت في مقابل هذا الخاص لا يمكن أن تلجأ إلى الحكم وإلى البرهان لأنه لا يبحث عن البرهان وإنما تحتاجون إلى الجدل الجدل يعني أن تستعمل المشهورات يغالطكم يجادلكم فتردونه بالقضايا المشهورة هذا الجدل تردونه بالقضايا المسلمة القضايا المسلمة عنده مثل أنه واحد شيوعي يجعدكم ويقول لكم اجتماع النقيضين ممكن البحث العقلي ميفيدويا أنتو تجادلون تقولون مثلا إذا اجتماع النقيضين ممكن هذا مدعاك يقول نعم تقولون إذا اجتماع النقيضين ممكن ممكن يجي يوم يجي يوم أنه كل شيء مو في حال التغيير أو في القضية المعروفة أنه كان واحد سفستائي كان أجرم فإجي في المحكمة أخذ يجادل قاتل واحد أو ما ذا فعله كان يقول أنه أنا لم أقتل أحدا قاتل ما كان في الخارج شهود ما هؤلاء الشهود اللي يشهدون كلهم وهم وخيال فالحاكم قال أخذوا ودوا للسجن مثلا لمدة عام فأخذ فأخذ يعترض أن هذا حكم ظالم الحاكم الحاكم قال المنازع المنازع والمغالبة الآن أكثر للتحريج عنده أو بالمقبولات عند المجتمع هذه هي الطرق الثلاثة في بحثنا الأول وهو مفهوم هذه الطرق الثلاثة حسب التعريف الذي ذكره بعض العلماء البحث الثاني المواقع كل طريقة من هذه الطرق لها موقع الطريقة الأولى طريقة الحكمة البرهان العقلي والمنطقي هذه الطريقة عادة تستخدم لإقناع الطبق المثقف إحنا في قبال الطبق المثقف نحتاج إلى منهج الحكمة فيما مضى هذا المنهج لعله ما كانت له هذه الأهمية التي توجد له في عالم اليوم لأنه فيما مضى الطبق المثقف كان الطبق محدود أما الآن يوما بعد يوم دائرة الطبق المثقف تتسع العولمة الثقافية العولمة فيها أبعاد متعددة العولمة الثقافية هذا أثر من آثارها أن الطبق المثقف في العالم في حالة تنامي ونحن نحتاج إلى خطاب هذه الطبقة المثقفة بمنهج الإقناع العقلي إحن خطابنا في هذا المجال خطاب ضعيف يعني مو بالمستوى الآن الآخرون يخاطبون يخاطبون الطبقة المثقفة إحن خطابنا لهذه الطبقة خطاب ضعيف إحن أولا يجب أن نعرف أن الطبقة المثقفة ماذا تفكر كيف تفكر هذا يحتاج إلى تعرف شباب الجامعة شلون يفكرون إذا واحد ما عرف أن شباب الجامعة شلون يفكرون كيف يخاطبون ما هي الشبهات الموجودة في ذهنهم إذا واحد ما عرف هذه الشبهات كيف يتمكن أن يخاطبه إذن أول شيء المعرف القضية الثانية الخطاب يعني أن يكون الخطاب موجه إلى هذه الطبقة الآن فوق المنبر لا يمكن أن نأتي بأمثلة ولكن الآن المستعمرين في بلادهم وفي بلادنا اصطنعوا مجموعة من المثقفين وهؤلاء يكتبون كتب التي يحاولون فيها ضرب الدين من جدور والمثقفين الموجودين في بلادنا كثير منهم يأخذون هذه الأفكار الجاهزة المقولبة يترجمونها بعضها ترجمة حرفية لا أريد التمثيل نفس الأفكار لذلك المفكر الذي يعيش في البلد الغربي الكذائي نفس الأفكار يعني إذا واحد يأخذ هذا الكتاب وذاك الكتاب كأنه ترجمة حرفية ويطرحها في شباب الجامع الشاب الجامعي يقرأ هذه الكتب ويقتنع به هذا الطرف إلى خطاب ونحن لا خطاب لنا المنبر بعضه يعني لا يخاطب هذه الطبقة الكتاب لا يخاطب هذه الطبقة الشبه مو مفهوم حتى يرد عليها يعني من علم الطرف كيف هذا يفكر النتيجة شنو النتيجة وإذا بكم بعد فترة تجدون موجا أخذ المثقفين وإذا المثقفين ذهبوا يعني الأمة ذهبت هذا معناته لأن القيادة دائما بيد المثقفين عندنا في الرواية العلماء حكام على الملوك لأن من يعطي الفكر للملك يعني اتخاذ القرار يحتاج إلى أجواء الملك أي ملك كان حتى إذا يكون ملك ظالم ضمن أجواء معينة يتخذ قرار معين من الذي يصنع له هذه الأجواء ويوفر له هذه الأجواء العلماء بمختلف أنواعه فإذا في الواقع هذه الطبقة المثقفة تنمو وتأخذ الأمور بيدها وبالنتيجة تسوق الأمة إلى تلك المتاهة التي أرادها لها الكفار الشيوعيين عندما جاءوا في العراق بالنتيجة كادوا أن يحطموا العراق تحطيم كامل وكثير من المتدينين في ذلك الوقت أصابهم القنوط بعد أمل ما هذا كل معتمد على أفكار هيجل وأفكار ماريكس أفكار هيجل في الفلسفة الكونية وأفكار ماريكس في الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية ولذلك نقل أن بعض العلماء كانوا يتباحثون كتاب رأس المال لماريكس حتى يشوفون شنو هذا دائق عندما تواجهون شاب يحمل نظريت تز و أنتي تز و سنتز نظر نظرية هيجل إذا وحد ما يفهم هذه الفكرة كيف يواجه هذا الشاب أو الصراع الطبقي الذي ذكره ماريكس انتهت فترة الشيوعية يعني الشيوعية الآن قواعدها وبناها الفكرية انتهت ولكن كل يوم أكو هناك موج ثقافي جديد هذا الموج الثقافي يحتاج إلى معرفة أولا وخطاب ثانية إذن نحتاج إلى الأفكار في قبال الأفكار التي تغذى بها الطبقة المثقفة في الأم الطبقة المثقفة يعني شباب الجامعات وأمثاله الثاني الموعظة أين موقع الموعظة بعض الأفراد يتوهمون ويذكرون أن الموعظة يحتاج إليها العوام يعني العام الفكر للمثقف والموعظة للعام يعني عامة الناس لأن هؤلاء ألفتهم بماذا به هذه الأشياء الحقيقة هذا الكلام غير الدقيق وإنما الموعظة يحتاج إليها الكل حتى المثقف يحتاج إلى الموعظة حتى العالم يحتاج إلى الموعظة ليش لأنه العاقل وحد لا يكفي في التحريك يحتاج إلى ضميمة القلب الأفكار المجردة الباردة هذه لا تكفي للتحريك العاقل منطقة ذهنية باردة القلب منطقة شعورية حارة التحريك والتحريض يحتاج إلى حرارة ويحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى دافعة ولعله لأجل تعليمنا النبي صلى الله عليه وآله كان يقول يا جبرايل عظني حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول عظني لمن هو دونه بمراته الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان هناك خطيب معروف في عهده لعله الشيخ الششتري كان يقول لتلاميذه لنذهب إلى منبره فقد قسط قلوبنا القلب بسرعة يقسو فيحتاج إلى موعظة أحد المؤمنين المنابر يجب أن نحاول أن يكون فيها موعظة منابر لا تكون منابر فكرية فقط وإنما وعظية أيضا المنبريون القدماء كثير منهم منهجهم كان منهج الموعظة هذا المنهج قل الآن وإن كان موجودا هذا المنهج يجب أن يدخل في المنبر ويجب أن يدخل في الكتاب جدا مؤثر روايات أهل البيت روايات أهل البيت صلوات الله عليهم بألفاظها لا بترجمتها لأن بعض الأفراد يترجمون الترجمة جيدة ولكن الترجمة لا تحمل روح أهل البيت كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم فيها روح أهل البيت الخطيب إذا يقرأ هذه الروايات فوق المنبر ويترجمها أيضا هذه مؤثر اللي يصنع المتدينين غالبا الموعظة الفكر يقدم الفرد مرحلة ولكن اللي يحرض ويحرك هو الموعظ ولذلك ينبغي أن ندخل هذا المنهج في خطابنا منهج الموعظة وإدخال روايات أهل البيت في منهجنا كان أحد الإخوة ينقل أن الخطيب الفلاني عجيب كان هذا الاطلاع على روايات أهل البيت كان يقول يبدأ من بره بآية ويفسر هذه الآية برواية افتتاح بآية تفسير الآية برواية التعليق على الآية برواية القصة حول الآية برواية ويختم المنبع كله روايات أنا ما أقول منبركم يكون هكذا لكن الإحاطة بروايات أهل البيت جدا مؤثرة أحد المؤمنين كان ينقل أنه في إحدى ليالي شهر رمضان ذهبنا مع السيد محمد كاظم رحمة الله عليه من منبر إلى منبر فيقول هو أنا أنا أنقل لك قضية اتفقت لي البارحة أو هلأيام وهو أنه جاءني رجل وقال إن فلانا أكل داري غصبها هذه القضية الآن في بعض البلدان جدا متداولة واحد يستولي على دار واحد ثاني وهذا الرجل يأتي إلى منبرك أنت إذا فوق المنبر تتكلم وتعظ وتحاول أن تحرك ضميره ضميره يتحرك هذا عبارة هذا المؤمن للسيد محمد كاظم تحرك ضميره قلت له ما يخال قال أنا فوق المنبر رحت وتحدث حول هذا الموضوع يقول في اليوم الثاني جاءني صاحب الدار وقال جزاك الله خيرا هذا بعد منبرك فورا أجي وأعاد إلي الدار يعني الموعظة هذه تأثيرها الموقع الثالث موقع الجدل وقد ذكرنا أن الجدل يستخدم في الأفراد المعاندين الذين يحاولون أن يغالطوا في الحقائق البحث الثالث باختصار الشروط الحكمة لم يذكر لها في الآية شرط المنهج العقلي في الدعوة لم يذكر له شرط المنهج الثاني منهج الموعظة القرآن الكريم يقسم الموعظة إلى قسمين الموعظة الحسنة والموعظة غير الحسنة الموعظة يجب ينبغي أن تكون موعظة حسنة مو أنه واحد يحاول أن يعظ فردا على نية هذه موعظة غير حسنة إذا وعظت واحد أمام الأفراد هذا التثور فيه غريزة الدفاع عن الذات وما يتقبل لأن تجرح كرامته إذا واحد وعظ بتحقير النبي صلى الله عليه وآله يذكر في أحوال أنه ما كان يسمي أفرادا كان يقول ما بال أقوام الثالث الجدل القرآن الكريم ظاهره تقسيم الجدل إلى ثلاثة أنواع الجدل غير الحسن الجدل الحسن الجدل بالتي هي أحسن لأن مقام الجدل يحتاج إلى كمال الحسن واحد في مقام الجدل يحتاج إلى منتهى المواظبة في الآية الكريمة وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِيدٍ إِذَا في مقام الجدل إِنْتُ حَقَّرْتُ مُقَدَّسَاتِ الطَّرَافِ هذا الجدل ربما لا يكون بالتي هي أحسن هذا هو المفهوم وهذه هي المواقع وهذه هي الشروط ننتقل باختصار إلى موضوع آخر وهو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحاول فيها استخدام الوسائل الجديد بالإضافة إلى الوسائل التقليدية الوسائل التقليدية كلها جيد ويجب أن تبقى إلى النهاية ولكن القرآن الكريم يعبر بالإبلاغ الإبلاغ شنو معناته الإبلاغ يعني الإيصال البلاغ في القرآن الكريم والإبلاغ والتبليغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه كان يذهب إلى القبائل إبلاغ يعني يعني أن هذه الكلمة تصل إلى الطرف الحق يصل إلى الطرف الوسائل التقليدية لا يمكنها بمفردها أن تحقق هذه المهم أنتو يا كم واحد تخاطبون تخاطبون ألف واحد تخاطبون عشرين ألف واحد تخاطبون مئة ألف واحد ولكن كيف نبلغ هذه الدعوة إلا البلاغ المبين هذا يحتاج إلى استخدام الوسائل الجديدة في التبليد الوسائل الجديدة يعني الراديو الآن المتدينين في العالم كم راديو عدهم واليهود في العالم كم راديو عدهم الراديو كم مليون واحد يسمع أكو هنالك يهودي واحد في العالم عند إمبراطورية إعلامية كما يقولون ذاكرين في أحوال أن ثلاثة أرباع البشرية تحت هيمنته الإعلامية يعني كم مليار من البشر ثلاثة ترباع البشرية ويؤثر الراديو كم واحد يسمعه في العالم إحنا كم راديو عدنا واليهود كم راديو عدهم التلفزيونات المتدينون الآن في العالم كم تلفزيون عدهم والكفار والمنحرفون كم تلفزيون عدهم القنوات الفضائية كم قناة فضائية الآن أكو في العالم بالمئات أو بالألوف المتدينين كم قناة فضائية عدهم إن نبي صلى الله عليه وآله ما قال إن هذا الشاب يجب أن يأتي إليه هو ذهب إليهم طبيب دوار بطبه هذا الشاب ميجي تحت من بر ولكن القناة الفضائية تذهب إلى بيته هذه الوسائل الجديدة ينبغي على المتدينين أن يحاول استخدامها وإلا في الواقع إذا كانت هناك غيبة في هذه المجالات معناه أن البشرية معظم البشرية لا تسمع إلا كلاما واحدا الكلام الثاني لا يسمعون إلا الباطل الحق ما إلا كلمة الحق غائل أنقل لكم هذه القضية حتى تلاحظوا أنه كم هو تأثير هذه الوسائل الشيخ الكعبي رحمة الله عليه والعام الشهيد رحمة الله عليه قبل حوالي أربعين عام أو أكثر لعل الذين كانوا في تلك الحقبة يتذكرون فكر في خطوة جديدة اليهود الآن هم عندهم وسائل إعلام ومرتبطون بوسائل الإعلام أحد الإخوة اللي كان جاي من تلك البلاد يقول أي صحيفة أي مجلة أي راديو أي تلفزيون اليهود يشوفون من المؤثر في هذه الجريدة يرتبطون به ارتباط الارتباط يعني يزورون يعني يطول هدايا يعني يحلون مشكلاته يعني يعيدوا في عيد ميلاده يعني يبعثوا لبرقية في وفاة واحد من أقاربه ارتباط ما أعلم نقلت لكم لولا أنه أحد علماء الدين المسيحيين صنع متحف كما نقل لبعض العلماء القادمين من هناك وكلفه هذا المتحف خمسة وستين مليون دولار متحف الفاتيكان قال أول تبرع جاءنا مسيحي أول تبرع جاءنا من يهودي ومقدار التبرع مليون دولار هذا اليهودي عندما يطي مليون دولار لمتحف الفاتيكان يعني متحف المسيحيين لله يعطي لو في يوم من الأيام يأتي إلى هذا المسيحي ويطلب منه طلبا يقول قوله فلان كلمة اتخذ فلان موقع بعدين يأثرون في الجريدة والمجلة في ذلك الوقت فكر في هذه الخطوة وكانت خطوة متقدمة أن يذهب إلى إذاعة بغداد هذا في الستينات الميلادية ويطلب من مدير الإذاعة أن يضع مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عشورة راحوا وتكلموا وياه وبصعوبة أقنعاه قال ما يخالف أنا أخلي المقتل وخرج من عند المدير وهما مترددان أنه يفي بهذا الوعد أو لا يفي بهذا الوعد لكن اتفاقا في يوم العاشر في الساعة العاشرة وضع المقتل كما ينقل لأول مرة لعله في التاريخ مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه يبث للملايين أو لمآة الألوف هذا كل كان عجيب بثوا هذا المقتل ولكن الأعجب من هذا أن الراديو في عصر ذلك اليوم بس المقتل مرة ثانية العام والشيخ الكعبي زاروا المدير في اليوم التالي بعد فترة وقال له لش عجب خليت المقتل مرة ثانية قال في الواقع واحد من كبار مدراء الجيش خابرني وأجبرني على ذلك خابرني قال هذا المقتل اللي خليت اليوم الصبح اليوم بعد الظهور خليه مرة ثانية فقلت لأولا هذا المقتل طويل مو دقائق معدودة ومو مناسب برنامج طويل إن كرر في يوم واحد مرة الشيء الثاني أنه هذا بث هذا المقتل يمكن أن يثير حفائض الآخرين يقولون هذا إقحام للدولة في الخصوصيات الشيعية وهذا مو ملائم الوضع ما يتحمل فقال هذا مدير الجيش أحد مدراء الجيش هددني اللي أنا خفت منه وخوفاً وضعت المقتل مرة ثانية قلت لم يخالف أنا أخلي المقتل اليوم ولكن ليش أنت مصر على هذا قال في الواقع أنا اليوم رحت إلى بيتنا وهو سني هذا مدير الجيش فشفت أنه زوجتي قاعدة عند الراديو داتبشي فقلت لها ليش تبشي فلم تجبني وأشارت إلى الراديو يعني أسمع يقول أنا مشوية أخذت أسمع وأخذت أبكي بالاختيار ولكن أنا ما سمعت القضية كاملة أنا أريد أن هذا المقتل يبث مرة ثانية حتى أسمعه أنا مرة ثانية ويسمعه الملايين من أمثالي الذين لم يعرفوا هذه الحقائق التاريخي أنا مو شيعي ولكن لا أرضى بكتمان الحقيقة هذه الحقيقة يجب أن تقرأ وعلى أثر هذا بث المقتل برة ثانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذاله وصل الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي